كشفت مصالح الأمن الجزائرية بداية الأسبوع عن مداهمة ورشة سرية لتحضير اللحوم وتتبيلها لتوزع على شكل شاورما في ولاية وهران غرب الجزائر وفي تفاصيل العملية اتضح أن صاحبها أحد أهم الموزعين في الولاية إذ تم حجز 467 كيلوغراما من اللحوم البيضاء من نوع الدجاج غير صالحة إطلاقا للاستهلاك لكن الأدهى والصادم هو اكتشاف طريقة الغش التي كانت تستعمل لإخفاء رائحة اللحوم المتعفنة وهي رشها بمادة حفظ الجثث حيث عثر على ثلاث دلاء معبأة بستة لترات من ماء لفال الكيميائي ومن الناحية الإدارية كان المتهم حسب معاينة الشرطة يقوم بالتعامل مع أحد أكبر مذابح الدجاج في المنطقة وهو قريبه الذي يمنح وصولات تسليم على بياض ما يمنحه إمكانية خداع زبائنه من التجار وكذا مصالح الرقابة خاصة وأنه يقوم بداخل ذات الورشة غير القانونية بتقطيع اللحوم وتتبيلها وتوضيبها لتوزيعها على المطاعم ومحلات الأكل السريع وأحدث الخبر هلعا كبيرا خاصة في الغرب الجزائري كون وهران هي أحد أكبر الولايات الجزائرية من حيث كثافة السكان والتي تعتبر العاصمة الثانية للجزائر وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستياء كبير مع القضية كونها تمس الصحة العمومية وجميع فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال وعلق أحدهم على الحادثة بالقول هذه جريمة أبشع من القتل وجب تسليط أقصى العقوبات على المتورطين فيها بمن فيهم عمال الورشة وفي نفس السياق دع البعض إلى مضاعفة العقوبات ضد هؤلاء التجار وذكر آخر الطامة الكبرى أنه أحد أكبر الموزعين يعني أن نصف تجار الولاية يستعملون لحومه وانتقد آخرون عدم تفطن مصالح الرقابة لهذه اللحوم وهي تمر بالمطاعم لا يعقل أن لا يكتشف أحد حقيقة تلك اللحوم المتعفنة بمن فيهم أعوان الرقابة التابعين لمصالح التجارة والذين يكونون قد مروا على الأقل بمطعم واحد يبيع تلك السموم